بمدرسة الحياة كل شخص بنقابله رسول وجاي يعطينا رسالة معينة وكل موقف بنمر فيه هو درس وبيوم من الأيام رح نمتحن فيه إذا نجحنا بجينا اختبارات تانية ودروس تانية وهكذا دو عليك لحتى نتطور ونصير أرقى روحية بس إذا ما نجحنا بالاختبار هالدرس رح يضل يتكرر معنا والمواقف رح يضل تتكرر مع أشخاص تانية أو نفس الأشخاص بس يمكن بحدة أكتر لحتى نصحى ونركز إنها الموقف مش أول مرة بمر علينا وفلان بذكرنا بعلم وما إلى ذلك بس يمكن تكون الضربة أقوى والألم أكبر والدرس مكثف أكتر كونه عم يتكرر بس إحنا مش وعين لإله فبتزيد القوة لحتى يكون مثل الخبطة يلي بتصحيك بعد غيبوبة طويلة وبتطلب منك تركز بريت الإجابة وتعدي الإمتحان على خير والكون بدوره بلعب معنا ولو فكرنا بلحظة إنه بلعب ضدنا وبهالأوقات بيكون عم يعطينا إشارات بس إحنا مش مركزين فيها أو بنتجاهلها بغض النظر لش فلما الكون بينبرة لطيفة بأول مرة بتقدم فيها الإمتحان بحكي لك انتبه في شي مش تمام يلي بنسمي الصوت الداخل اللي يمكن وبنشك فيه بكتير أوقات إشاراته بتبلش تزيد مع كل مرة لحد ما ممكن بالآخر تتحول لشي أكبر وأكبر وأكبر خيبة أمل حادث ألم مرض فقدان شخص أو شي وقال له أعلم شو كمان بالمواقف هي تحديات لازم نتخطاها إلعب دور المراقب بحياتك وشوف الأحداث والشخصيات يلي بدي تكرر معك لأن كلها عبارة عن أنماط بتكرر حالها لحد ما نوعى وننجح ونبطل بحاجة أنه نضل وقفين عندها أو نهرب منها أو تضل تيد حالها لأنه لو وقفنا عندها رح يجي درس بعدها أقوى وأكبر ولو هربنا منها رح ترجع تلاقينا بالدنيا كتير صغيرة وماشي بقوالين محددة حتى لو لسه ما اكتشفناها كلها لعلق ما في شي عبث أو صدفة بهالكون في رسالة وراء كل شي وحتى هالريكورد هاد بما أنه وصلك فأكيد في رسالة من الكون عن طريقي إلك وقلي بما أنه خطر على بالي وسجلته بكل لحظة تذكر دايما أنه كل شي رح يمر الفرح الحزن السهل وكمان الصعب ليظل الكون محافظ على اتزانه يلي نوجد فيه وما تنسى إنه في نسخة من الكون الكبير يلي منعيش فيه موجودة بالهاردسك الداخلي تبعنا جوانا بشي مكان بالوعي أو اللاوعي مخزنة كمعتقدات ومشاعر وواقعنا هو إنعكاس لشي مدفون فينا ولحتى نصلح برا ضروري نغوص بالعمق جوه ونبدأ التغيير من هناك وبالنهاية بندعي إنه يعطينا الحكمة ونضل بقوتنا ونكفي الطريق ونخلق شي تغيير السلام